تفسير سورة الإخلاص تعد سورة الإخلاص من أشهر وأعظم سور القرآن الكريم وتحتوي على معاني عظيمة وأساسية في العقيدة الإسلامية وتعرف سورة الإخلاص أيضا بسورة التوحيد فهي تعلمنا كيف نعبد الله وحده بدون شرك أو تشريك به تفسير سورة الإخلاص يعتمد على فهم معاني الآيات وفهم المقام القرآني والنظر إلى السياق القرآني إليكم تفسير بعض الآيات الرئيسية في سورة الإخلاص واحد قل هو الله أحد الله واحد ليس له شريك أو ند هذه الآية تؤكد على توحيد الله ووحدانيته اثنان الله الصمد صفة لله تعني أنه لا يحتاج إلى شيء وكل شيء يحتاجه ثلاثة لم يلد ولم يولد الله لم يولد من أحد ولم يلد أيضا أربعة ولم يكن له كفر أحد ليس له مثيل أو نظير لا تنسوا الإعجاب ولاشتراك في القناة ولكم الأجر والثواب